موسيقى أهلا وسهلا بكم في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي والخطاط الأردني إبراهيم أبو طو تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع حقرات البرنامج التي نبدأها بوقفة مع الشار شار بلا شفتين أنجز ما وعد وحديثنا قمح الرحى هز وجد وكأننا خيل مراكبها الثرى وكأننا في الماء بحر من زبد متناقضون متناقضون كأي وهم يشتهي أن تنجب النيران حبات البرد أن يقرأ المعدوم ما كتب الصدى فوق ارتعاشات الشقاء بغير يد أن يفهم المنفي حزن حمامة هزمت خيام الريح فانتصر الوتد متناقضون متناقضون كأي نقص طارئ في الإصبع الوسطى يفتش عن عدد متناقضون كعاشقين تهامسا خلف الكلام سدى ولم يأتي الولد متناقضون كأي حرب خاضها من مات في الطرقات كي يحيى البلد من حظنا من حظنا لا سجن يسكن بيننا لا واشيا يمحو الظلام ولا رصد فإلى ما هذا الخوف يرجف حولنا والصمت وجه في مراياه ارتعد هذه الحياة جوابها في موتنا والموت ما حمل السؤال إلى الأمد أيامنا يومان واختلفا بنا أمس بلا كفين يحملنا لغد متناقضون متناقضون لأننا جمع أتى كغثاء سيل وهو يستجد المدد فهربت تتبعني الحياة وكلما آنست حبا في مناكبها ابتعد قلبي قلبي بلاد الناس في حجراته وطن وأنثى لا تموت ولا أحد أولمت ماء قصائدي لغريرة وشربت نخبا من مآثره الحسد ولمحت في الفنجان دمعة شاعرا فأقمت فوق غدير عيني الفسد لكن بكيت لكن بكيت غدا تغادرني الصبا وضحكت لما خان صاحبه الجسد الكتاب الجليس المفيد والجميل كان له حيز ممتع في حلقة هذا اليوم وفقرة هذا كتابي أنا شعر العراقي حارث الأزدي وهذا كتابي ديوان شغف بغداد حقيقة يطيب لي أن أقدم بين يديكم ديوان الثاني شغف بغداد بعد إصدار ديوان الأول تعرف إلي ديوان شغف بغداد تضمن ثلاث رسائل أولاها أن لي أخا توفاه الله قبل إصدار هذا الديوان وكنت فيما مضى كلما قرأته عليه قصيدة يمازحني قائلا اذكرني بقصيدة ولو هجاء لكن توفاه الله سبحانه وتعالى فقررت أن أهدي له قصيدة وديوانا فرحمه الله رحمة واسعة أما الرسالة الثانية فهي عنوان هذا الديوان ديوان شغف بغداد الشغف هو أعلى درجات الحب والشغاف هو الذي يحيط في القلب فبغداد بالنسبة لي هو محور الكون الشعري وهي القلب بالنسبة لي فلذلك جعلت هذا الديوان باسم شغف بغداد وربما إذا قلت لمن سألتني أتقيم في بغداد قالت بعد أن سكت الكلام فأجبتها بغداد تسكنني وتمنحني السلام وأنا ابنها أحيا بها من نسل أجداد عظام الرسالة الثالثة في هذا الديوان هي ما تضمنه هذا الديوان من قصيدتي رثاء لوالدي ووالدتي رحمهم الله تعالى وكذلك قصائد بشخصيات ثابتة آليت على نفسي إلا أن أوثقها في هذا الديوان شغف بغداد كذلك سمي هذا الديوان باسم بغداد لأنه تضمن أكثر من خمس قصائد عن بغداد مرورا بقصائد وطنية أخرى لدول أخرى وانتهاءا في بوصلة البوصلة الوطنية البوصلة العربية هي القدس والأقصى كذلك تضمن هذا الديوان قصائد رثاء وقصائد أخرى توثق الموقف الوطني ولعلني أقرأ لكم بعضا من أبيات هذه القصائد المتفرقة من الديوان فأقول في قصيدة موعد على انفراد بيني وبين حبيبتي بغداد سافرت في الأحلام حيث المرتجى أني أطوف سابحا بمداكي سلمت عند المنحنى بتراتب رق النسيم مطيبا بنداكي وسألت عند الباب هل من نظرة علي أفوز بلذة الإدراكي ناديت باسمك حين غابت أحرفي فتجمعت تزه نجوم سماكي ودخلت مسجد حينا متوضئا صليت فيه تحية لأراكي أما القصيدة الأخرى وهي وأقول لبغداد ويا أنت يا كل العراق تجملي بصبر فإن العاديات رواحل ألا فاهدئي بغداد عهد وينقضي وكل دخيل عن ربوعك زائل ويا أنت يا تاج البلاد وعزها ستبقين فرضا ما عداكي نوافل شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخط العربي الذي أبدع فيه الخطاطون وقدموا لنا أنواعا مختلفة إبداعية في هذا المجال تابعوا فقرة الخط العربي تحياتي لكم جميعا أعزائي المشاهدين تحدثنا في الفترة الماضية أو في الحلقة الماضية عن موضوع ميزان للخط العربي وكيف أنا أكتب وأتقيد بالميزان وشرحنا بعض الأمثلة هناك الآن مفهوم جديد أو عملية تدريسية جديدة مفهومة في التدريس اللي هي تحسين الكتابة ما هو المقصود في تحسين الكتابة؟ نحن الآن في عصر التقنية وعصر الإنترنت وعصر الموبايلات أصبحت الكتابة مهملة أو أبناؤنا وطلابنا لا يستطيع مسك القلم ويكتب بالطريقة الصحية فالآن أنا مر علي من مشاهداتي أنه شخص يكتب خطه ولا يستطيع قراءته فالآن بدأت هنا عملية مشكلة كبيرة في حياتنا ضعف العضلات ضع عدم التمرن على الكتابة حتى بدأت تؤثر على حياتنا يعني الآن في طلاب توجيهي في التوجيه الثانوية العامة يذهب إلى الامتحان يرسب بسبب سوء خطه في موظفين يذهبوا إلى المقابلة يرفض عدم موضوع خطه عندما يكتب مثلا استدعاء أو شيء آخر موضوع تحسين الكتابة العربية موضوع مهم جدا في هناك قواعد لتطبيق تحسين الكتابة العربية إذا طبقناها بشكل صحيح خرجنا بنتيجة جميلة وقمنا بتحسين الخطة العربية وهناك دورات خاصة طبعا مستقبلا ممكن أن الواحد النسان يقول نفسي فيها أول قاعدة عندما أكتب الحرف العربي أو الكتاب العادي الدارجي لازم أستخدم نوعا من الخط إما خط الرقعة الدارج أو خط النسخ الدارج خط الرقعة اللي هو اللي يكتب فيه في حياتنا اليومية خط النسخ الدارج اللي يكتبوا فيه حاليا طلاب المدارس في المراحل الأساسية فهم يكتبونه بالخط النسخ لو نأتي مثلا على خط الرقعة كيف أنا أخلي خطي جميل مثلا خطي واضح بطبق قاعدة الأولى اللي هي عملية أعطي شكل واضح للحرف يعني لما أكتب أنا مثلا حرف الألف أخلي حرف الألف مبحبح يعني شكله تجالس في مكانه يعني يقول لنفسه أنا حرف ألف لو أجيئنا مثلا لحرف الب حرف التا الجيم الحاء الخاء الدال مثلا الراء السين الصاد نلاحظ أن الأحرف يعني مكتوبة بشكل واضح السين واضحة أنه تكتب بدون أسنان ممكن أكتبها أنا طبعا هذا الشكل آخر بأسنان بهذا الشكل يعني عملية وضوح الحرف وتفاصيله وظهر تفاصيله مهمة جدا لتحسين الكتابة القاعدة الثانية لازم ألتزم بالسطر في ناس بيكتب من الأعلى بينزل سطره بينزل في مكان آخر فبالتالي لما أنظر للصفحة بشكل عام بلاحظ أن الأحرف كلها والأسطر لا لها أول ولا لها آخر فلذلك الكتزام بالسطر مهم جدا يعني مثلا لما أكتب مثلا أنا باسم الله هذا أنا أكتب الآن بخط الرقعة الدارج الرحمن الرحيم شوفوا كيف أنا مثلا الأحرف كلها جالسة على سطر بشكل صحيح القاعدة الثالثة عندما أكتب لازم أمرن يدي ضحف العضلات يؤدي إلى خروج أحرف غير متزنة وغير متناسقة عملية تمرين الكتابة يعطيني قوة وزخم أكثر في الكتابة طبعا القاعدة الخامس المتابعة مع الأستاذ الابتعاد عن الأجزاء الإلكترونية وهكذا يعني في حياتنا أهلا بكم من جديد ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي والخطاط الأردن إبراهيم أبو طوق فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي أهلا وسهلا بك الفنان التشكيلي والخطاط أستاذ إبراهيم أبو طوق حياك الله ضيفا على فضاعت أخي محمد بوركتم وإلى مزيد من التألق والتقدم أشكرك حياك الله وفرصة سعيدة وأهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم لو أردنا أن نعود إلى تأريخ الحرف العربي فنسأل كيف أخذ الحرف شكله الحالي ومتى بداية إجابة لهذا السؤال هناك شقين الشق الأول الشق الموروث أنا أتكلم عندما أقول موروث القصصي الذي يشمل الديني والعقائدي والناحية الأخرى التي تشمل الأنتروبولوجيا أو ناحية العلمية سوف نأخذ الناحية العلمية الناحية الأخرى موجودة ولكن كما مرة تبقى ضمن سياقات ضيقة أو محددة أعتقد بالألف الأول قبل الميلاد يعني نحن نتكلم عن ثلاث آلاف سنة قبل من الأهان بداية ظهور الخط العربي أو الأشكال الحالية وإن كانت أخي محمد ضمن نطاق ضيق لأنه هنا يجب أن نفرق بين لنعود إلى المصطلحات الفن العربي أو الثقافة العربية ثقافة سمعية لم تكن ثقافة بصرية على عكس المنتج الغربي أنا أتكلم ثقافة أم فنة أم الآخرين هو فن بصري فالعرب لم تكن هذا البعد أو هذا الشيء في تقديره أخرى ظهور الأبجدية العربية إلى حد ما يعني إجابة على سؤالك الكريم لنقل ثلاث آلاف سنة إذا بنتكلم في المنهج البسيط أو المنهج الثقافي المحلي ولكن إذا بنتكلم في المنهج الأكاديمي فنحن نتكلم عن 1200 سنة اللي هي بداية العصر الأموي أو أواصل العصر الأموي عندما تم ضبط الحروف ووضع النقاط على الحروف المتشابهة وحركات الضم والرفع والكسر فيما يتعلق بكل حرف وأما البعد الفني الذي نراه الآن أو نرى منتجاته الآن فأعتقد أنه في العصر عباسي إذن هناك ثلاث مراحل المرحل الأولى التي هي المحلية التي كانت في الجزاء العربية ومن حولها نتكلم عن ناحية كما مرة ثقافية محلية ومن ثم جاء الإسلام وظهر الإسلام وأعطى هذا الأمر بعدا لنقل بين قوسين أكاديميا أو علميا وثم المرحلة الأخيرة اللي هي دولة العباسية نعم جميل التعدد تأراء الباحثين سيد إبراهيم حول الأصل الذي اشتق منه الخط العربي بعضهم رأى أنه مشتق من الخط المسند وبعضهم رأى أن الخط العربي مشتق من حلقة الخط الآرامي يعني في رأيك أي الرأيين هو الراجح أنا شخصيا بعد دراستي لهذا الموضوع وعملي في هذا الموضوع أنا أتكلم عن بعدين البعد النظري والبعد العملي كوني أمارس الخط العربي والفن التشكيلي وكوني قرأت الكثير بالفلسفة وكثير في الأنثروكولوجيا أو ما يسمى بعلم الإنسانيات أنا أمين لقضية المسند لأنه في تقديري الحرف الأرامي هلأت كان منتشر في شمال الجزيرة العربية يعني فيها بلد الشام والرافدين حتى الرافدين كان كتاب المسمارية في العراق والآخر ولكن أتكلم عن بلد الشام ولكن الجزيرة العربية وجنوب الجزيرة العربية أنا أمين إلى ربطها بالمسند لأنه كانت العرب للآن طبعا قضية القمر وعلاقة العربي بالقمر علاقة وثيقة ولهسبة حتى نقول تقويب القمري عكس الغرب الذي يعتمد تقويب الشمسي العرب في ذلك الزمان أعتقد ارتباطها بالقمر كان مبنيا على ما يسمى بتصريف شؤون حياتها اليومية فكما هو معروف أخي محمد القمر يحتاج إلى 29 إلى 30 يوم ليكمل دورته هو لنبدأ شهر عربي جديد هل طبعا هذه الأيام هي الآلهة الصغرى التي كانت تساعد الناس في قضاء حوائجهم فبتالي ارتبط الحرف لنقل بمنطقة وعي ولا وعي يعني هذا الإنسان نحن نتكلم عن تاريخ وهذا التاريخ قد نتفق أو نختلف معه مش موضوعنا وليست قضيتها ولكن أقول أن شكل الحرف العربي ومن خلال كما قلت لك الدراسة النظرية والمبارسة العملية أنا أمين إلى جانب المسند نعم اللي ظهر في اليمن أو في الجزء الجنوبي من الجزء العربي وهذا كمان مرة قضية الانتقال من الوعي إلى اللاوعي وقضية خنؤون الربط والمنطقة المتحولة لأنه إذن لكل حرف قصة وهذه القصة تمثل فيما بعد ظهرت في الأديان اللي هي بصفة ملائكة أو بصفة كذا ولكن كان العربي يؤمن بهذا البعد قبل أن تظهر الأديانات الإبراهيمية ثلاثة نعم الألف هي السيف أو هي الطموح وهي العلو والماء هي البيت وهي الاسترخاء وهي الراحة والنوم والجيم وهو الجمل وسيلة المواصلات لذلك الزمن والدال هي الدلتة وهكذا إذن كل حرف ارتبط بعنصر ميتافيزيقي كان يعتقد العربي أنه يساهم في قضاء حوائجه اليومية ومن هنا لن أدخل في العمق المعرفي لنؤجل هذا الكلام فيما بعد إجابة أنا لسؤالك بقوة أقول طبعا هذا رأي شخصي وليس الزامي وليس وجدان لأنه كمان مرة أخ محمد كل الفنون تقع ضمن الوجدان وإذا بنتكلم فلسفيا هي تقع ضمن المنطق الاستقرائي وليس الاستنباطي المنطق الاستنباطي هو مقدمات سليمة 100% سوف تؤدي إلى نتائج وهذا ينطبق على الرياضيات فقط ما تبقى من الفنون والآدم ما فيها الخط والرسم والموسيقى والشعر كلها تقع ضمن المنطق الاستقرائي أي هي وجدان وترجيح فأنا عندما أقول أن قضية المسند هي من باب الترجيح وليس من باب المنطق الاستنباطي الموضوع وجداني نعم إذا نمتميل إلى المسند نعم جميل هناك أيضا بعض الباحثين قالوا أن الخط العربي قسمان الأول كوفي وهو مأخوذ من نوع من السريالي يقال له الأستنجيلي والآخر النسخي وهو مأخوذ كما يقول الباحثون من النباطي ما رأيك؟ أنا شخصيا أرى أن في هذه التصنيفات أو في هذا التقسيم أرى فيه شيء من الإجحاف لأننا الأول عنه أستاذ محمد اللغة هي الاتصال وهي التعبير أحد صور هذا الاتصال والتعبير الخط إذن هنا نتكلم عن البيئة والمحيط الذي نشأ منها فعندما نقول الخط الكوفي أو الخط اليابس ونحاول أن نرجعه إلى منطقة معينة أنا أعتقد أن هذا فيه ظلم للحقيقة أو فيه نوع من الإقصاء أو فيه نوع من الانحياز المجداني كما يقول بفلسفة فأنا أرى أن العوامل الجغرافية والعوامل التي ظهر فيها أو ظهرت فيه من خلال الخط العربي أو ما يسمى بصورة أحد صور اللغة هي التي سهمت فأنا لا أميل إلى هذا التقسيم أن الخط الكوفي ظهر كذا ثم ظهر الخط اللين فيما كذا كذا لأنه هي في النهاية الشعوب التي تعاملت والتي دخلت في بوتقة الحضارة العربية الإسلامية هي التي سهمت فيما يعرف فيما بعد الخطوط اللينة يعني ليس المركز المركز كمان مرة يجب أن أأخذ الطبيعة القاسية التي ظهر فيها الخط العربي الطبيعة المغلقة نحن نتكلم عن شبه الجزء العربي اسمها شبه الجزء العربي هي محاطة بالمياه من ثلاثة جهات ومتصلة باليعبسة من الجهة الرابعة إذن نتكلم عن منطق في ذلك الزمن الآن اختلفت الأمور لا أستطيع إسقاط معارف وعلوم الحالية على ذلك الزمن هذا المغلطات لا يجوز لكن إذا أنا كنت باحث محايد وأمين في الطرح فأنا أقول أن هذا التصنيف أنا لست معه الذي أفرز أنواع وإذا جاز لنا التعبير قضية أنواع خطوة تقسيماته بين الخط الصلب واللين هي الجغرافية والزمن وليس قضية للآربي جميل حضرتك أسمع منك دائما يعني تعطي وصفا للحرف تقول هذا يابس وهذا لي يعني يودي أن نفهم لماذا سمي هذا يابس وهذا سمي لينا اليابس طبعا هي العلاقة أعتقد بقضية ما يسمى حاليا بالهندسة أو الذي يعرفنا المشاهدين الأكارم بقضية الهندسة نتكلم عن الزاوة 90 درجة أو الزاوة الكاملة أو ما يسمى بالإنليزي عندما نتكلم عن الخط اليابس نعم أعتقد له علاقة في النحط والعمارة هنا بشكل وثيق لأنه لم تكن المفردات الحالية أو التي ظهرت فيما بعد في أبن الأسر الأموي وثم بغزارة أكثر عند العباسيين لم تكن موجة في ذلك الزمان كان العربي فقط يملك الخيمة ويملك الصحراء المترامية الأطراف وبالتالي هذه الأبعاد المحدودة فكان لابد من يعني بالنسبة له الجبل أو الخط الأفقي والخط العمودي كان يمثل لنقل آلهة أو لنقل شيء مقدس أو شيء كبير جدا فيجب أن يكون في مخيلته فراح إلى هذه المنطقة وقلد الجبل وقلد الخط العمودي وقلد الشجرة وقلد الارتقاء والسمو وقضية ارتباطه بالنجوم ودروب التي كان يسلوكها العربي ما كان ينظر إلى السماء إذن هنا نتكلم عن خط عمودي شاقولي إذن هنا الذي أفرز هذا الخط هي البيئة والمحيط الذي عاش بها كيف نميز أن هذا الخط يابس وهذا الخط لي دعني أكمل إذا سمحت فيما بعد عندما دخلت الأمم الأخرى أتكلم عن بلاد الشام والرافدين وتركيا وإيران والآخرين هذه مفردات حياتها تختلف عن مفردات الجزء العربية وبالتالي تم هنا امتكار الخطوط الليلة إذن الخط أعود إلى سؤالك الحالي أنه كيف نميز الخط الصلب أو الخط الصلد خليل نقول هو الخط القائم على هندسيا على ما يعرف بالزاوية القائمة الخط العمودي والأفق الزوايا الحادي الزوايا الحادي نعم ولكن الأهداك على العكس تماما هي الزوايا المنحنية المنحنية بالضبط أكثر تعتمد على الدائرة والشكل البيضابي والأشكال الهندسية نعم جميل بداية رسوم الحروف لم تكن على أشكالها الحالية كما يعرف نعم يعني مرت مراحل زمنية اختلف شكل الحرف نعم يعني هل هناك مرحلة زمنية محددة واضحة لظهور الرسوم المختلفة الخط العربي الذي نراه الآن أعتقد العصر الأموي وطبعا هنا في مشكلة في قضية الكثير من الوثائق إما ضاعت أو حرقت الغزو المغولي لبغداد وكثير من الغزوات التي تعرضت لها منطقتنا أعتقد الكثير من الأمور الأنثروفولوجية أو المعلومات التاريخية أو التوثيقي ضاعت نعم وبالتالي تبقى المحدودية المراجع ومحدودية المصادر هنا يذهب الباحثون إلى كما تكلمنا قبل قليل ما بين الانحياز الوجداني يعني ما أؤمن به وما أعتقد والآخر هي انتراكم المعرفي المحدود بالنسبة لي أو لغيره أعتقد أن العصر الأوسط العصر الأموي ومرورا بالعصر العباسي هي التي أفرزتها وإن كان ليش أنا أتكلم أنت كرام لأنه قبل الإسلام مباشرة لدينا في الأردن هنا نقش أم الجمال وكثير من النقوش جدا أصعوبة بالية في قراءة هذا النص وعلى أسف الشيء الذي فكره موز والشفرات هذا النص باحثين غربيين وناس من الغربيين للآن يعني أنا كخطاط وكفنان وكباحث أجد صعوبة في قراءة الخط هذا النهائي أنا أستطيع أن أقول أن الصورة النهائية التي يعني جزء كبير منها الآن هو ما بين العصر الأموي والعصر العباسي جميل سيد إبراهيم يعني بعض الحروف تختلف أشكالها حسب موقعها من الكلمة عندما يأتي في بداية الكلمة له شكل عندما يأتي في وسط الكلمة له شكل وعندما يأتي في نهاية الكلمة له شكل من حدد شكل الحرف في موقع الكلمة السؤال جميل أعتقد العربي أو الإنسان بشكل عام التي فيها ثلاث أسئلة وجودية لم تجب عليها أي حضارة أو أي ثقافة طبعا إذا استطينا الإجابة الدينية أنا ما أتكلم عن هذا الموضوع أين كنا ولماذا نحن موجودين وأين نذهب بعد الموت أنت لاحظ عم بتكلم عن ميتافيزيق ثم واقع ثم ميتافيزيق أو آخر حالة في الكون مفردات الكون قائمة على ما يسمى بالترينيتي الترينيتي هي مسلك فيزيائي لمعظم عناصر الكون الخط العربي سلك هذا المسلك إذن الخط العربي هو بشري سلك مسلك فيزيائية الكون وبالتالي نعود إلى سؤالك الحرف الواحد في بداية الكلمة هو يتكلم عن الواقع يتكلم عن ما أتعامل به عن المادة فعندما أقول هاني الها في بداية الكلمة أنا أتكلم عن واقع أتكلم عن مادي أتكلم عن وعي أو ما يسمى بالإنجليز الكونشسنس ولكن عندما أقول تهاني الها جاءت في وسط الكلمة فهنا أتكلم عن المنطقة المتحولة أو ما يسمى بالكونفرتابل آيريا إذا بدنا تتكلم بالفلسط وعندما أنتقل إلى الجزء الأخير إذا حطيت مثلا كلمة تهنئة أو عاصمة أو أي كلمة تنتهي بحرف الها فهنا أنتقل إلى اللا وعي إذا وعي منطقة متحولة لوعي هل الحرف العربي احتوى هذه الأبعاد الفلسفية أعتقد نعم وهل الحرف الواحد احتوى هذه الثلاث أبعاد أعتقد أنا وهذا كمان مرة إنحياز وجداني أو ما عنديش أي دليل يعني كله رأي وجداني وكمان مرة الترجيح وعندما أعود إلى المنطق الاستقرائي وليس الاسطنباطي كل ما نتحدث به تقع ضمن هذا السياق المنطق الاستقرائي وليس الاسطنباطي قلنا الاسطنباطي للرياضيات الماثماتيكس غير الرياضيات ما فيه ومن كل العلوم الأخرى التي نتكلم بها ضمن هذا المنطق أقول أنا انشغال العربي في ذلك الزمان ويمكن لم تكن المصطلحات نحن متفقين لا نستطيع إسقاط وعينا الحالي على وعي ذلك الزمان ولا نستطيع إسقاط رؤيتنا الحالية على رؤية ذلك الزمان ولكن أعتقد البساطة هي التي جعلت من العربي يدخل هذا البعد وأنا هنا في منطق حلقة ضائعة هل هي قبل الإسلام ولا بعد الإسلام أنا أرجح كمان مرة هنا الترجيح الشخصي ورأي وجداني بالألف الأول قبل الميلاد يعني نتكلم عن الفترة التي في بداية البرنامج تحدثنا عنها لبدأت تظهر بقوة هذه المنطقة التي هي أشكال الحروف في الألف الأول قبل الميلاد مرورا بالألف الأول أثناء الميلاد يعني نتكلم عن عمر حوالي 2500 سنة أو لربما يصل إلى 3 سنة بدأت تظهر بقوة هذه التغيير أو الاختلافات في أشكال حرف الواحد في بداية الكلمة وفي وسطها وفي نهاية جميل سأركم بعد الفاصل معدرة سعد براه فاصل قصير ثم نعود فبقوا معنا أهلا بكم من جديد ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي والخطاط الأردن إبراهيم أبو طوق يعود إليك سأر براهيم كنا نتحدث عن أهلا بكم شكل الحرف في إبداية الكلمة وفي منتصف الكلمة أو في وسط الكلمة توفن إهاد الكلمة وحضرتك أدليت بمعلومات أو كما قلت استقرائية وليست استنباطية جميل ندي سؤال آخر حقيقة حول كل أمل إبداعي وعلمي له قواعد ثابت عندما نتحدث عن اللغة نتحدث مثلا عن الإسم في اللغة عندما يأتي جوية الكلام نقول مبتدى يكون مرفوع عندما يأتي فاعل يكون مرفوع عندما يأتي مفعول به يكون منصوبا عندما يأتي يسبقه حرف جر يكون مجرور قواعد ثابتة لا يمكن أن نتلاعب بها إلا في شروط محددة جدا تفرض هذا القواعد الخط العربي هل له قواعد كما للغة قواعد دعني أوضح أو أخف عند نقطة أخ محمد كلمة قاعدة قد تصل إلى ما يسمى يعني بالمسلمة نعم يعني أنه خلص قواعد معناها مسلمة هل لت اللغة لا فيها قواعد صارم أكتر من الخط الخط دخل في كمان مرة أنا أقول الوجدان وأركز على الوجدان يعني نفس الخط الواحد نعم إذا ما كتب فيه أكتر من منطقة لنقول لعراق عندكم نعم هل لت ترى مثلا بعض الخطوط فيها من العسكرية والصرامة يمكن تعود إلى طبيعة الشخصية العراقي نفسه بينما لما يكتبها شخص على ساحل اللي نقل البحر ساحل لبنان نقل لبنان كمثل بالتأكيد رح تكون أليا هيتمش لأنه اللبناني أو العراقي صلب أو اللبناني لا ملاحش علاقة الموضوع كما مر أنا دائما أقول الجغرافيا الشريك لأي منتج فني أو ثقافي دونما الرجوع إلى مفردات الوسط الذي انطلقت منه هذه الناحية الإبداعية الحكم بكون فيه مشكلة لا أستطيع فبتالي نعود إلى سؤالك المهم هل في قواعد القواعد موجودة ولكن هي ضمن ما يسمى بالإجماع نعم يعني في الإسلام لدينا قواعد التشريع أربع القرآن والسنة والقياس والإجماع نعم فالإجماع هو آخر الخط العربي القواعد هي تقع ضمن هذه المنطقة إجماع ولكن ليست ولنها لكانت ولن تصل إلى المنطقة الإستنباطي كلها تقعد بالاستقرار نعم فأتفق معك أنه في قواعد القواعد هي زي ما أخبرت لك أصبحت ضمن إجماع الكثير من المشتغلين في هذا السياق ارتقوا أن هذا الحرف يحمل طولا معينا أو عرضا معينا أو طبعا إحنا الخططين يقسون بالنقطة يعني النقطة التي تكتب بها القلم عندما أكتب ألف أو باء أو أي حرف أكتب بقلمة أو بقصب وهذا القصب تشكل نقطة الأجمع ما تكون بالهندسة ما تسمى بالمعين المعين اللي هو مربع مفتول يعني مربع المحاور تبعته مفتولة النقطة عندما تأخذ بهذا الشكل عندما أقول نقطة هي تنشي بهذا التي تجد فنقول هذا الحرف نقطين وهذه ثلاث نقطة هذه كلها قضايا كما قلت لك أخ محمد هي قضايا لنقول هو باب الإجماع نعم أي الاتفاق يعني نقول أعراف وليس قواعد بزبط يعني كما كلمة قاعدة أراها كبيرة أنا كلمة قاعدة يعني إذن الخطاط لديه مرونة واسعة مرونة كبيرة هذا إذا كان حرا أما إذا كان عبدا فدخلنا في متاهة أخرى كيف مبيز أن هذا الخطاط عبد أم حر طبعا إذا كنا نتكلم عن الخط كفن فهو يعني الحرية وإذا كنا نتكلم عنه كموروث فيعني القيود أنا لا أحب التصنيفات بين عبد وسيد لا لما بدأ أدخل بهذا الموضوع ولكن أقول بين مبدع وممتهم يعني إذا كان الإنسان فقط وضع الخط ضمن سياق الوظيفة وضمن سياق نصوص معينة سواء في الشعر أو في النشارات العقائدية فهنا سرنا نتكلم عن وظيفة إذا لن تكون له بصمة مميزة بدأ ولكن عندما نريد أن نحرر هذا المفهوم وننطلق بالحرف إلى آفاق أخرى دخلنا كمان مرة أنا أقول دائما طيب إذا أردنا أن نفاضل بين خطاط وخطاط إذا لم تكن هناك قواعد كما تقول هناك فقط عراف أو إجماع كيف نميز أن هذا الخطاط قدم خطا مميزا نفضله على الآخرين إن لم تكن هناك قواعد نقيس عليها سؤال إيلي بتسألني بشكل شخصي أم ما يتعامل به الآخرون حدد الاثنان الاثنان والرطم طبعا أنا بالنسبة لي خليني أجيب لا خليني أشتر بالعكس خليني أشتر بالآخرين بعدين أنتقل إلى نفسي الآخرين مفضلين عني طبعا كل تخدير والاحترام كمان مرة عندما أنا تكلمت عن قضية الإجماع أو قضية الرضا أو القبول أو الاستحسان هل يتصار في العالم الإسلامي وفي كتب وفي مراجع طبعا كانت مراكز القوة في العالم الإسلامي أو في تاريخ الفترة الإسلامية كانت بداية الأمويين دمشق ومن ثم العباسيين بغداد وبعدها انتقلت إلى تركيا إسطنبول دولة عثمانية دولة عثمانية وكان حضور ماضح وساهموا للأمان إن لا نستطيع إقصائهم إخوانا الإيرانيين فيما يتعلق بقضية حرف ما يسمى بخط الفارسي نعم هذه العواصم وهذه الحواضر نعم كتبت الكثير وظهر للعلن نعم الكثير من المخطوطات والكثير التي كمان مرة كان فيه إلى حد ما تشابه نعم في المقاس الحرفة والآخرين فكمان مرة صار في قبول صار في سحسان صار في إجماع فأنا عم بقيس على ما يفترض أنه نموذجي نعم يعني أنا مشان أقول فلان أحسن من فلان أو خطات أحسن من فلان عم برجع للأصل لأنه نموذج نعم هنا القيد هذا أنا بالنسبة لي قيد هل أنا إجابت أنا عن الشق الذي يفكر به الآخرين يعني مشان يقوله إبراهيم أبو طوخ أين يقع بين الخططين بقيسه المنتجي الخطي نعم على بين قسين النموذجي المفترض أنه مثالي وهذا الحكي دخلنا في تضارب نعم وتقاطع سلبي مع الفلسفة نعم نحن قلنا أمر وجداني نعم وأمر استقرائي مش مش استنباطي فكيف بدك أنت تثبت الاستنباط على استقراء أو العكس دخلنا في مغالطة منطقية كميرة نعم نعود إلى هل أجبت أنا عن الشق هذا أخي محمد سنتقل إلى الشقة الثانية أو الشقة المعنى بي أنا أنا شخصيا أرى أن ما يسمى بالإقاع ما يسمى بالعناصر المتشابهة يعني إذا عندي مثلا النص معين وفي حروف متشابهة عندي حروف مثلا معينة كما تكلمنا من قليل عندي حرف معين وتكرر في أكثر من كلمة ولكن هذا الحرف جاء مثلا في لنقول ها قلنا هاني وتهاني وتهنئة حكيناها قبل شوية افرض هذول الثلاث كلمات أو لنفرض الجدل أنه أتوا في جملة واحدة هنا المهارة تأتي كيف أنا أجد علاقة بصرية هلت أتكلم أنا عن رؤيتي الشخصية نعم وعن محاولاتي التي تجاوز الأربعين عاما في هذا المجال بدون يعني هذه التوابع العلاقة البصرية ما بين الحرف وكذا البداية والنهاية أنا أتكلم عن أنا أسف قطبي عمل فني البداية ثم النهاية هلت ما بينهما يعني الكون سوف تدخلنا في متها كبيرة العلاقة ما بين الإنسان والكون هي علاقة جدلية وحركية نعم وليست علاقة تصالح يعني الفيروسات والبكتيريا والمناخ والزلازل والبراكين كلها علاقة صدمية نعم الإنسان لو لا نشاطه وحركته وفعاليته وديناميكيته لم يصل إلى كثير من الحلول لسه أنا مشاكل كثير في الكون ولكن كثير من الناس تأجلت خلنا نقول الأمراض وتأجلت الكذاوى والآخره كم مات في التفؤيد والأمراض التي الآن أصبحت من الماضي نعم لو لا تقدم العلمي ولولا البحث ولولا كما قلت هذه العلاقة ما أبدأ أقول صراع بس هي علاقة حركة وعلاقة نشاط وعلاقة بحث مستمر وليست علاقة سكون إذن نقول عندما هذا المفهوم أنا من يسيري يطبقه في العمل الفني فأنا شخصيا أرى أن العمل الفني يجب أن يكون مستفز يعني يجب أن أتكلم أن أعمالي نعم أدخل فيها الرياضيات وأدخل فيها القطع الناقص والقطع الزائد والقطع المكافئ والموسيقى الإيقاع ما يسمى بالإيقاع والبداية وأنهي كل هذه المفردات أحاول أن أختصرها وأن أجد لها مكانا وحيزا في العمل الفني لمزيدا من استفزاز أيضا هو الإبداع والبصمة الخاصة أنا أعطأ أستاذ براهيم لا شك أن الخط العربي بأشكال متنوعة التي أبدع وتفنن بها الخطاطون أحيانا تتداخل مع الرسم أو مع الفن التشكيلي هل يمكن أن نصف أو نجنس الخط العربي بأنه نوع من أنواع الفن التشكيلي إذا تحرر من القيد نعم وإذا لم يتحرر في الإيجابة لا جميل أنك دائما تحدث عن الحرية ما طبعا الفن بشكل عام ما هو الحر أنا في تقديري المصطلح هذا أنا وضعت هو الانتقال من المشخص إلى المجرد من المادة إلى اللا مادة والعودة هذا طبعا أفلاطون في أحد الكتب يقول على الفنان الحقيقي أو الصادق أن يذهب إلى منطقة أو ما يسميه عالم المثل الشرقيين أو المسلمين أو الذين يعتقدون المؤمنين نعم يقول عالم البرزخة أو عالم له مصطلح ثاني أنه كذا العالم التي قبل أن تنزبه الأرواح إلى الأرض وإلى آخر يعني إذا عدنا إلى هذا المصطلح الانتقال ما بينه إذا نتكلم عن المستقبل وعندما يكون فنان حقيقي ويذهب إلى تلك المنطقة الليوين قسين المسمى عالم المثل نعم ويأتي بالصور قبل أن تدخل إلى الأرض وتتشوأ هو يتكلم عن المستقبل فالفن هو المستقبل والفن هو الوعي يعني الفن إذا أنا بدي أعرفه هو الوعي والمستقبل والانتقال من المشخص إلى المجرد والعودة إلى المجرد طبعا الخط العربي إذا يعني مش أن نحدد أو نجيب عن سؤالك الكريم نعم إذا بقيت ضمن القيود نعم فهو ليس من فن تشكيلي ولكن كم من الخططين يملكون هذه الحرية بالفكر ويملكون هذا الأفق أنا بالنسبة لي أدعي أنني أملكه ولا أتقيد لا عندي قيود ولا عندي مسائل ولا عندي قواعد ولا أعترف في كل هذا الأمور أنا رجال فنان تشكيلي الآن وخطط لي الشرف طبعا لكن ما يسمى بين قسين بدنا نرجع للبدايات القواعد هي إجماع واستحسان وقبول ولا تقع بأي حال من أحوال ولا تقع ضد المنطق الإستباطي فهل أجلت عن سؤالك واضح نعم حضرتك عملت في مجال الهندسة المعمارية نعم يعني وحضرتك فنان تشكيلي وخطاط أكبر يعني أيهما له علاقة بعالم الهندسة المعمارية الفن التشكيلي أم الخطاط يعني هل إبراهيم أبو طوق الفنان التشكيلي حمل ما يمتلك من من عمق فن تشكيلي إلى الهندسة المعمارية أم الخط هو الذي يعني دفع أبراهيم أبو طوق إلى العمل ضمن محيط الهندسة المعمارية أو كلاهما شوف أخي حمد يعني هذه الهندسة المعمارية هي مفهوم ثقافي عالمي وأما الخطط هو مفهوم ثقافي محلي خلينا نكون وضحين ونحدد المصطلحات هل إذن الهندسة نصفها علوم نتكلم عن اتجاهات واتجاهات الريح ومركز الثقل والفيزيو والرياضيات حاضرة بقوة بالهندسة بالهندسة وليس لها أو حضورها أقل بكثير في الخط العربي نعم الفن التشكيلي لا الفن التشكيلي يعني برضو نستطيع أن نقسمه أو نضعه في نطاقين النطاق الأصل يعني إما الرسام أن يقلد شجرة أو يقلد شارع أو يقلد وفي نموذج أمامه وعم بقلده وفي المبدأ الذي يحاولها أن يخترق الصورة الأمامه المادية ليعطينا شيء جديد مبهر أو صادم أو مثير للجدل يعني هذه الدهشة التي يخلقها هذا المبدأ هنا نقول عنه مبدأ لأنه غير واقع كسر النموذج القيد اللي كنا تكلمنا عنه قبل قليل وأضاف شيء جديد هل أرى أنا الخط العربي كان بالنسبة لي أقرب الهندسة أو هناك تقاطع ما بين الهندسة والخط أكثر منه في التشكيل التشكيل كمان مرة هي الحرية التامة هل كون الرياضيات والفيزياء تدخل في الهندسة إلى حد ما نتكلم عن استخدام الآخر يعني عندما ندخل في الهندسة عندما أصاب من بيت لست أنا الذي سوف أستخدم البيت غيري سوف يقوم عندما محلاً تجاريين وهكذا أنا تقاطعي مع الآخرين كمهندس يجب أن يكون حاضر ويوجد موجود بقوة هذا الكلام بالخط العربي أو بالفن التشكيلي مش موجود يعبر الخطات أو الفنان عما يجول في خاطره والآخر فلا سبب قلت لك أن الهندسة والرياضيات حاضرة بقوة في الهندسة المعمرية وهي أقل بكثير حضوراً في الخط والتشكيل فعليه أرى أن إجابة على السؤال الخط العربي أقرب للهندسة على الأساس قواعد والطوابط والاستحسان والقبول الذي تكلم عنه من التشكيل جميل يعني في ظل التغييرات يعني التي نشهدها الآن دخولنا في العولمة الخط العربي كيف ترى مستقبله في ظل العولمة السؤال خطير وسؤال كبير ويمكن يحتاج إلى حلقات أخ محمد في الحرب العالمية الأولى نعم انتهت الدولة الإمبراطورية يعني كان في الإمبراطورية البريطانية والعثمانية والإمبراطورية الفرنسية نعم يعني ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية انتهت هذا المفهوم وبدأت دولة القومية نعم والآن أنا أعتقد يعني إذا قفزنا في الهواء قفزنا مباشرة بعد خمسين سنة الآن نحن نعد أنفسنا إذا بقي الكوكب سليم طبعا أنا بديش تكلم عن المناخ والزلازل والبراكير والحروب لا أنا بدأت سوف أتصور أو يعني أتخيل أن الكوكب على حاله نذهب إلى الدولة الإنسانية أو المتأنسلة التي يعلو فيها قيمة الإنسان طبعا لماذا أتكلم بهذا الأمر حتى أجيبك على قضية اللغة العربية ما قبل الحرب العالمية الأولى كانت الطبيعة بكل أشكالها بما فيها الإنسان لأنه نحن جزء من هذه الطبيعة أو في المملكة الحيوانية نصنف على أنه أحد المخلوقات التي تعيش على هذا الكوكب وتشاركنا المخلوقات الأخرى فنيا كان الإنسان هو المرجع الوحيد ولكن بعد ظهور الكهرباء وظهور تطبيقات الهندسة الميكانيكية أصبحت الهندسة الميكانيكية والكهرباء حاضرة وتشارك الإنسان في المرجعية الفنية إذن الحرب العالمية الأولى والثانية وما رافقها من التدخلات أعتقد قلبة المفاهيين الآن نعود إلى السؤال لك ما هو مستقبل الخط العربي في ظل ما سيكون نعم أعتقد سوف تزداد القيم الفلسفية والفنية إذا ما استطاع العاملين أو العاملون في هذا المجال أتكلم عن الخططين نعم أتكلم عن طيف الثقافي بشكل عام الشعراء والمثقافين والمبدعين أن يضاعف من الجهود أنا أعتقد لن ينتهي لأن أتكلم أنا عن القيمة الفنية الفكرة وصلت سيد إبراهيم شكرا لك على هذا الحوار الممتع طبعا كنا نتمنى أن نستزيد أكثر وأكثر لكن نحن مرهون بالوقت انتهى وقت البرنامج شكرا لك الفنان التشكيلي والخطاط الأردني إبراهيم وبطوق شكرا لك أشكركم كل التقدير والمحبة والوداد شكرا لك شكرا أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابع حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستمدعكم الله والسلام عليكم شكرا لكم